السلام عليكم ورحمة الله انا محمد علي وده فيديو جديد تعال اقول لك لو عندك شاشة بنظام الاندرويد او نظام جوجل تيفي لو عندك جهاز تيفي بوكس او تيفي ستيك او رسيفر اندرويد اي جهاز بنظام التشغيل الاندرويد او جوجل تيفي تعال اقول لك على تطبيقين من اهم التطبيقات بيعتبروا كنز لازم يكونوا موجودين عندك على تليفونك ما تنساش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنجوب علي جهاز اللي معانا جهاز شاومي تيفي ستيك 4K بنظام التشغيل الاندرويد والشرح بينطبق على كل الاجهزة بنظام التشغيل الاندرويد او بنظام تشغيل الجوجل تيفي نبدأ ان احنا ندخل في متجر بلاي ستور او جوجل بلاي وهنبدأ فوق في البحث هنكتب جوجل تيفي وبعد كده هنضغط على اول نتيجة في البحث جوجل تيفي بنضغط او كي او سيليكت وده التطبيق اللي احنا بنحتاجه جوجل تيفي هنبدأ نعمل انستول هيبدأ ينزل معايا التطبيق على التليفون هنبدأ نضغط على اوبن بعد كده بنضغط على دونت اللاو بلاي هنا في عندي موجود تيفي نيرباي بضغط على تيفي نيرباي او كي او سيليكت وبعد كده بضغط سيليكت على اللاو ظهر معايا جهاز مي تيفي ستك اللي موجود معانا هنضغط على مي تيفي ستك سيليكت بعد كده بيطلب مني كود بيظهر على التليفزيون هنا فيه كود ظهر معانا على شاشة التليفزيون انا بكتب الكود ده عندي على التليفون بنبدأ نكتب تمانية صفر دي تسعة صفر اي بعد ما كتبت الكود بضغط على بير او كي او سيليكت كده اصبح تقدر انك انت تتحكم في جهازك من خلال التليفون هلاقي عندي هنا موجود تحت وكاتب لي connected يعني تم الاتصال وبلاقي هنا فيه شكل الريموت موجود عندي انا بضغط على الريموت او كي او سيليكت ظهر عندي الريموت زي مواضح كده هنا ببدأ ان انا استخدم الجهاز اللي موجود معايا زي مواضح بقدر اتحكم في الجهاز بكل سهولة اقدر ان انا استخدم الاسهم الموجودة اسهم الاتجاهات يمين وشمال وفوق وتحت بكل سهولة وعندي الوكي او الانتر يعني لو حبيت مثلا هنا اجي عند جوجل بلاي ستور وبضغط سيليكت بيدخل عندي على جوجل بلاي ستور وهنا فيه عندي الباك بضغط على باك بيرجعني تاني للهوم سكرين وفيه عندي زرار للهوم بضغط على زرار الهوم يرجعني للهوم سكرين لو انا داخل احد التطبيقات وحبي ان ارجع للصفحة الرقصية كمان عندي هنا بيشتغل الاوامر الصوتية مساعد جوجل بكل كفاءة من خلال جوجل تيفي بلاقي هنا الايكونة الخاصة بمساعد جوجل موجودة عندي في التليفون انا بضغط على مساعد جوجل وبعد كده بضغط على اول اختيار وبدأ ان انا اضغط على مساعد جوجل واطلب اي حاجة موجودة عندي من جهازك الاندرويد هنجرب كده ما بتقسي الان زي ما واضح مساعد جوجل شغال بكل كفاءة من خلال التليفون الاندرويد ومن خلال تطبيق جوجل تيفي المتوفر داخل متجر جوجل بلاي كمان تقدر انك انت تعلي الصوت زي مواضح كده عندي اقدر ان انا اعلي الصوت وان اواطي الصوت لو حابب انك انت تتحكم في مستوى الصوت من خلال التليفون هنا بتقدر تستخدم التليفون كريموت افضل من الرموت الاصلي الخاص بالجهاز كمان عندي هتلاقي هنا في فوق موجودة عندي التلات نقط موجودين في اليمين فوق بضغط عليهم وبعد كده هنا في اختيارين في الدي باد اللي احنا شغالين به بين خلال الاسهم وفي عندي سوايب كنترول انا بضغط على سوايب كنترول وكده بقدر ان انا اشغاله كماوس ده عندك بين خلال التوتش زي مواضح كده ماوس يشغال عندك بكل كفاءة وبكل سهولة لو تقدر انك انت توصل لاي تطبيق تقدر توصل لاي اعدادات موجودة عندك داخل الجهاز كل المطلوب بينك ان يكون تليفونك وجهازك الاندرويد على نفس شبكة الواي فاي مش مهم ان يكون عندك جهازك الاندرويد وتليفونك على نفس حساب جوجل يعني لو الحسابات مختلفة مفيش مشكلة المهم فقط ان يكون تليفونك وجهازك الاندرويد على نفس شبكة الواي فاي تطبيق ممتاز وهنتكلم عنه ان شاء الله في فيديوهات قادمة ايه تاني من الحاجات المميزة الكنوز اللي موجودة داخل متجر جوجل بلاي لو عندك جهاز اندرويد هندخل في متجر جوجل بلاي مرة تانية البلاي ستور وابدأ ان انا اكتب هوم كتبت هوم وبدغط سيليكت على هوم ظهر معايا نتاج البحث وانا كل اللي محتاجه تطبيق جوجل هوم نضغط على اني ستول بيتثبت معاك التطبيق على تليفونك بعد ما بيتثبت التطبيق بضغط سيليكت على اوبن بعد كده بضغط سيليكت على جيت ستارتد اللي موجودة في اسفل الشاشة بعد كده بضغط سيليكت على نيكست هنا لو حابب ان التطبيق يبعط لك اشعارات بتختار اول اختيار اللاو لو مش حابب يبعط لك اشعارات بنختار تاني اختيار دون تقلاو وهنا بعد كده بتظهر عندك حساباتك على التليفون حسابات جوجل اللي موجود على التليفون بتختار اي حساب منهم بنضغط على اول حساب وبعد كده نضغط على اول اختيار اللي موجودة وبعد كده نضغط على اللياو بضغط على نوت ناو وبعد كده بضغط نيكست نوت ناو وكده انتهيت من اعدادات تطبيق جوجل هوم هلاقي تحت في عندي ديفايزز تاني اختيار بضغط على ديفايزز هلاقي ان المي تي في ستيك جهاز شاومي تي في ستيك اللي موجود معانا تلقائي اصبح موجود عندي في التطبيق كل اللي اعمله ان انا بضغط على مي تي في ستيك او على اسم جهازك الاندرودي اللي شغال وهنا بتبص تلاقي بالنسبة للصوت اقدر تحكم في الصوت يعني بزود المؤشر كده او بنقص هنا هتلاقي ان الصوت بيزيد معاك مستوى الصوت بيزيد معاك او بينقص معاك زي مواضح كده انا كده بنقص او بزود ده بالنسبة للتحكم في مستوى الصوت كمان عندي هنا في ميزة مهمة خالص داخل التطبيق وهي هتلاقي في عندك كاست ماي سكرين بمجرد ما بتضغط على كاست ماي سكرين بيعكس شاشة تليفونك على الشاشة او على جهازك الاندرويد من خلال جهازك الاندرويد هاختار كراست سكرين بعد كده هضغط على start now هتلاقي ان تليفونك اصبح موجود عندك على جهازك الاندرويد او اصبح موجود عندك على الشاشة اللي موجودة معك يبا بقدر ان انا اعكس صورة التليفون عندي على جهازي الاندرويد او لو عندك جهاز جوجل تيفي تقدر انك انت تعكس تليفونك على الشاشة بكل سهولة من خلال تطبيق جوجل هوم وتقدر انك انت تتحكم في مستوى الصوت من خلال نفس التطبيق جوجل هوم بعد كده بارجع مرة تاني للتطبيق وهنا ممكن ان انا اعمل سطوب ميرورينج بضغط سلكت على سطوب ميرورينج هنا بيوقف انعكاس التليفون على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته